اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المناسبة انا من الناس التي تعطي دائما تقديرا كبيرا للخراطين المصريين زمان في الستينيات كان عندنا ازمة كبيرة كده وحظر استيراد وثلاثة ربع دول عالم مخصمانة عشان مواقفنا القيامية برضو والمبدئية مهم فالخراطين المصريين طبعا عندنا هنا بقى مكان عربيات اوتوبيسات مصانع الخاراطين المصريين عملوا كل قطع الغيار سبع سنين يا مؤمن كل قطع الغيار ما في مكانة في مصر من ادخن مصنع لاصغر عربية ولا حتى مكانة خياطة عطلت دول صناعية مصر اللي بجد بقى الخاراط البريمو عشر من ادخن ما كانت تطلع من المانيا من انجلترا من امريكا ما فيش حاجة وقفت واشتغلت بكفاءة ده حقيقي يعني فالست مونة المحترمة الاستاذة مونة اللي شغالة على مكانة الخراطة وهي تقدر مهنة والدها وزي ما هي قالت انا ابوي عندي كبير اوي وطبعا كبير اوي اوي مش بس عندها زي بقولك انا اقدر بصراحة تحديدا الخاراطين المصريين عندها امل وحلم انه الورشة تكبر بص انا مش عارف هنروح لمين ولا الفين قد تكون ابدأ قد يكون وزير الصناعة قد يكون رئيس الوزراء وقد يسمع عنها او يراها فخامة رئيس الجمهورية ورشة الاستاذة مونة انا احلم لها نفس الحلم بالمناسبة فتصبح سنة بيننا نحن نشوف الاستاذة مونة معلمة بالنهار ومبسوطة بصنعتها اللي ورستها من والدها واللي مستمرة فيها واللي بتشتغل فيها لحد دلوقتي بأيديها اهو وسط رجالة زي الفل اخوتها وقبهاتها وخلانها وعمامها بالمحبة مش بس بالدم بالاحترام بالتقدير بالعرق والشقة دي الاستاذة القسطة مونة اللي اتنم مع بعض ما قالتش اياك سكيليا ايديا كريماتي لا ايا بتشتغل حاجة تشرف وحاجة تفرح الصبح بادري على المدرسة تقوم بمهمتها تخلص المدرسة تطلع على الورشة الا تستحق مونة مننا تكريما وتقديرا وتوسعة للورشة الا تستحق مننا مونة انها تبقى مثال يحتزة للرجالة والستات يشوفوها كده وهي بيشتغل فهم كمان يشتغلوا زيها ويبقى تقدير حقيقي لقيمة العمل ما بين المواطنين عش كده بقولك دي سنة حسنة يا سلام لما تبقى دي العدوى اللي تنتشر ما بين صفوف المصريين ارجو 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 انه يا رب بالكتير على بكرة نسمع خبر حلو كده وانه مونة يعني يجي لها خبر رائع وعظيم بانه هنوسع الورشة او ورشة جديدة كبيرة مجهزة بالمكان بتاعها يا سلام ربنا كريم وكبير خلوني هنا بقى اذهب الى ترحيبي الدائم والمستمر بكل محبتي لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا بارك الله فيكم احمد كريم و احسن الله اليكم و اثمن ما تفضلت به من بعض الثناء على الاستاذ مونة و اذكر بقول الله تعالى في حق سيدنا داود عليه السلام و اولنا له الحديد اه فهذه الصنعة الخراطة و ما شاباها يمكن يقتدون بالانبياء و على رأسهم في هذا التخصص يعني سيدنا داود عليه السلام ايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من بات كلم من عمل يدي بات مغفورا له اه عليه افضل الصلاة والسلام ربنا يوفى ان شاء الله و تكون الاستاذ مونة قدوة لغيرها من الرجال و النساء يا رب يا مساهم و يجبر بخطرها و بخطرنا جميعا مولانا كمجرة العادة كل اسبوع بيبقى عندنا اسئلة من المواطنين و انا هستأذن زملائي ان احنا نشوفها بسرعة و انا اقول الاسئلة بتاعتهم ايه رأيكو انا ممكن اختصر احنا شوفنا التقرير والله و انا كنت مركز في حديتي مع مولانا طيب التقرير زميلي حتى ملخصيني الاسئلة هو ما حكم الدين في الزوجة التي لا تقدر زوجها مولانا بسم الله الرحمن الرحيم اولا الزواج شراكة مجتمعية و نعلم ان الكمال لله وحده و ان العصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و العاقل هو الذي يبحث عن الايجابيات و يتعادى عن السلبيات فانا اقول اولا اذا كانت هناك امرأة و ده شيء قليل جدا في المجتمع المصري لان الحمد لله القاعدة العريضة من النساء المصريات يعني ماجدات و حرائر و بفضل الله انجبنا الرجال العظام الزوج اذا لاحظ ان فيه عدم تقدير كافي او يعني لا يتفق مع طموحاته انا اقول له الاول ابحث في نفسك يعني قبل ان يشهر سيف التشهير او لقدر الله الانتقى ما اقول له شوف مش يمكن انت غلطان في حاجة اه بالزبط كده فنريد الانصاف نريد ان الزوج يراعي شعور و حقوق الزوجة و ان الزوجة تراعي حقوق و مشاعر الزوج بهذا تسير الحياة نعم يا ميسر الحال هستأذن هروح للفاصل و نرجع بعض الفاصل نكمل لقاءنا و اسئلتنا لفضيلة الشيخ الدكتوري احمد كريمة و استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر بعد اذنكم استنونا اهلا 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 حضرتكم بكل الترحيب بحضرتكم و بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة و استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر سؤال اتحرك الى عملي قبل صلاة الفجر و اصل الى العمل بعد شروق الشمس متى اصل للفجر بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط جسدنا نبع السلام فيما اخرجه البخاري في صحيحة كتاب مواقية الصلاة طبعا هنا لا يستطيع اطلاقا ان يصلي الفجر قبل موعده طبعا منطع لا مستحيل انما ممكن الظهر والعصر جمع تقديم و تأخير ممكن المغرب و العشة جمع تقديم و تأخير انما الفجر لا في هذه الحالة هو معذور فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فحينما يصل الى محل عمله بيصلي الصبح قضاءا هيبدأ بالفريضة لان خلاص الشمس طلعت فيبدأ بالفريضة وهي فريضة الصبح ركعتين ثم يصلي النفل الفجر ركعتين اوكي ماشي طيب السؤال اللي بعده رجل تزوج زواجا عرفيا ما حكم الدين الزواج العرفي على انواع تمام معروف ان الزواج اولا او عقد الزواج له مقدمات و مكونات و متممات المقدمات من الخطبة و حسن الاختيار و المكونات من الايجاب و القبول بين طرفي العقد و تحديد الصداق و الاشهاد واخد بلك اقل عدلان الوالي عند جمهور الفقهاء ده بالنسبة المكونات بالنسبة المتممات الوليمة و الزفاف و الاعلان بالنون هذا الزواج اعلنوه في المساجد و ضربوا عليه بالدفوف فمن يجي للزواج العرفي احنا اولا لا نشجع عليه طبع الزواج لما يوثق و ايضا الطلاق القولي يوثق بس ليس معنى التوسيق انه يلغي الطلاق القولي الشيء الاخر انه الزواج يوثق ضمانا للحقوق و دفعا للتجاه حد تمام لان الزمم خاربة الزواج العرفي هو موجود في بعض المناطق يعني اخوتنا و اشقائنا يمكن في الوحات في سيناء طبعا مش بعمم في سيوة في مطروح في مناطق ما زالت بتتزوج زواجا عرفيا خاصة اذا كان هناك دوافع مثل عدم استخراج الرخم القومي و ما شابه واحيانا حتى نتكلم بوضوح احيانا بتكون الفتاة لم تبلغ سن القانوني اللي هو 18 سنة فهؤلاء بيلجؤون الى الزواج العرفي ايضا من دوافع الزواج العرفي في بلادنا للأسف ان قد تكون امرأة تتقادم معاشا عن ابيها مثلا و تلقت او ماتت او مش عايزة تقسر المعاش بالضبط كده و انا هنا بناشد وزارة التأمينات بعلاج هذا الخلل لان اولا هي لا تأخذ هبة ده معاش الوالد سدد اقصاته على سنوات خدمته في الحكومة او في العمل الوظيفي فارجو من وزارة التأمينات انها ترعي هذا الامر ان المرأة الارمالة او المطلق التي تتقاض معاش الاب مثلا اذا تزوجت لا يوقف لا يلغى المعاش او لا يوقف انا ما اعرفش ليه يعني اي دواعي ان هي بتيقف لانه اصبح فيه رافض اخر للانفاق عليها قد يكون رجل فقير يمكن تكون تزوجت رجل فقير و ممكن تكون معها اولاد طب هو فقير الى هذا الحد و راح ينوز ما عليش بيحصل او يكون حضرتك معها اولاد وهو يعني امكانياته لا تكفل الحياة اللائقة لهؤلاء الاولاد من رجل اخر فيعطى و انا احنا كنا بالنادي بتكريم المرأة و التراحم طب ما يعطوها المعاش بتاع الاب ده ابوها دفع انا قلت الاخصار لو تم علاج هذا بنسد صغرة التحايل بالزوج العرفي اوكي طيب في سؤال انا نفسي اسأله من المرة اللي فاتت كيف احبب نفسي في الصلاة ولما قلت رحضتك قلتك احنا عايزين نفكر فيه امكان بشكل اكتر اتساعا نعم احبب نفسي في العبادات بشكل عام نعم خليني يمكن ابدأ بيها النهاردة قبل ما الحلقة تخلص نعم مستهل كده وبعدين نكمل في الحلقات الجاية وصولا الى رمضان الله ما بلغنا رمضان امين اولا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به من يطع الرسول فقد قطاع الله الرسول بيقول يشوف بقى حب الرسول والاستغراق الوجدان الرائع وجعلت قرة عيني في الصلاة الله اذا يعني استشعرنا ان المصلي يناقل الله عز وجل بيكلم ربنا بيقف بين يدي الله او كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل لو استشعر المصلي ذلك لو استشعر ان الصلاة كما قال النبي صلى الله والصلاة نور لو استشعر المصلي بان الصلاة تنهى كمنهاج تربوي تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا استشعر هذا حضرتك هيصلي باقبال على الله عز وجل وبالتالي يعني اسأل الله اننا نصل الى درجة ما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة شوف السيدة عائشة رضي الله عنه بتقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نع له ويخيط ثوبه ويحلو بشاته وفي مهنة اهله فإجاء نوديا للصلاة خرج اليها كأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه مهابة لأنه سيقف بين يدي الجليل يناقيه ويدانيه ومن هنا كان الحب والاستغراق والاستلذاز برأس العبادات الا وهي الصلاة ده كفية دي حد يطول انه يقف يتكلم مع ملك الملك سبحانه ده دي الوحدة ده يعني هي السعادة والسكينة يعني فعلا لو فهمناها واستوعبناها صح نعم ده فيه ايه اكبر واغظم ويكفي من اشارة تكبيرة الاحرام منك بتضع الدنيا وراء ظهرك الله أكبر وتستقبل الله بباطن الكفين لا ده احنا بقى يا حواديد يازم دي فعلا نكمل فيها لان دي مهمة جدا عندي جدا يعني ان شاء الله انا اشكرك جدا 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 مولانا واردك شكرا في كل عام وانتم بخير بحضتك بالصحة والسلامة كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت الحلقة لحد كده لم ينتهي الكلام هتلاقي كريم رمزي داخلنا حالا وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كان لنا العمر لسه لينا موضع كتير عايزين نتكلم فيها بكرة في نفس المعاد بإذن الله وبرنامجكم التاسعة سلامات